يقول السائل ما حكم غسل يوم الجمعة اختلف آل العلم في ذلك وحديث أبي سعيد فيه أو لفظ غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم فهذا صريح في الوجوبة والصحيح وأما حديث من اغتسل في الغسل الأفضل ومن توظف بها ونعمة هذا هو من حديث من طريق سمرة طريق الحسن عن سمرة وفيه كلام وعال القول بصحته وثبوته فحديث أبي سعيد صريح فإما أن يقال هذا كان قبل الإيجاب ثم جاء الإيجاب لأن هذا الأفض واجب واجب ولهذا رد كثير ممن انتصر لهذا الحديث على أهل بعض أهل المذاهب قالوا لو نص صاحب المذهب فقال ويجب كذا وكذا أكنتم تؤولون بأن المراد إيجاب اختيار أو إيجاب تأكيد قالوا لا قال فكذلك لماذا تغيرون لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه واجب لكن قد يقال لو أن الشخص ما تمكن من الاغتسال إما لمرض أو لوجود برد شديد ولا يوجد عنده ما يسخن به الماء أو شغل فلم يتمكن لو أراد الاغتسال ستذهب عنه الجمعة ففي هذه الحالة يتوضى ولهذا عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان يوم الجمعة وهو على المنبر وفي الخطبة لما رآه متأخرا فاعتذر عثمان بأنه شغل ولم يتمكن إلا أن يتوضى قال والوضوء أيضا وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فإذا الصواب أن غسل الجمعة واجب لمن أراد حضور الجمعة لمن أراد حضور الجمعة وكما علمت إذا كان الغسل يضر فله أن يتوضى والصلاة صحيحة هذه الصلاة صحيحة فليس من شروط الجمعة الاغتسال وإنما هو من واجباتها ويتجب على كل من أراد حضور الجمعة الرجال بلا إشكال والنساء لعموم الحديث من أتى الجمعة فليغتسل في ثبن عمر الصحيحين فهذا يشمل حتى المرأة إذا أرادت حضور الجمعة أنه يجب عليها أن تغتسل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر